المباراة الثانية كانت مباراة نوازيبو الموريتاني مع بيرامدز نوازيبو الموريتاني فريق محترم موريتاني على الفكرة عندها تطور كبير جدا في كورت القدم بملازمة موريتاني عندها تطور كبير في كورت القدم حكم مباراة الاهل النهاردة وينجا أفريكانز كان حكم الشاب عندها 31 سنة موريتاني كان حكم جيد جدا بصراحة نوازيبو النهاردة قدر يفوز على بيرامدز 2-0 هدف ديئة 4 هدف مبكر فيقدر بيراميدز يلم نفسه ويستعيد عافيته ويسجل تحكم المباراة طرد لنوازيبه لاعب في الديئة 47 يا سلام متجسرة يفضل بيراميدز أداء سلبي لحد ما نوازيبه بعشر لاعبين يسجل هدف رائع جدا عن طريق عبدالله عبيد في الديئة 94 هدف على طريق ميسي هدف اللفظ المناسب ما ينفعش أقوله اللفظ اللي هنفع أقوله أنه عيب عيب على لعيبة بيراميدز جماعيا وفرديا وتكتكيا أن الجلده كان يخش فيه فرق عليه لو فرقتهش عليه عيب لعب عمال من نص الملعب ماشي بيرقص ويتحرك براحته ويلف بظهره ورايح يمين ورايح شمال لحد ما وصل لجون ويحطها في مرمى أحمد الشيناو بسهولة جدا فين فين لعيبة بيراميدز هتقول لي مع كريم برضو بيراميدز ما عندوش خبرات دور أبطال أفريقيا دي أول بطولة يشارك فيها هو بيلعب مين مع كامل الاحترام طبعا لنوازيبه الموريتاني بلاش بيلعب مين سيبك من اسم بيراميدز اللي بيشارك لأول مرة في دور أبطال أفريقيا كاسم نادي لكن بص على اللعيبة اللي بتلعب مع بيراميدز أحمد الشيناوي كان النهاردة في حراسة المرمى ده حارس كبير ودولي وخد بطولات مع المنتخب وخد بطولات مع الزمالي خط الدفاع في مين بقى أسامة جلال أحمد سامي محمد حمدي محمد الشيبي بلاتة توريه كريم حافز بوهند لاشين رمضان الصبحي فقري لقاي بيستون مايلي كل اللعيبة دي لعيبة دولية بيستون أصلا كان هدف الدور الأبطال والكنفردال المسلم الماضي فما ينفعش أبدا تقول لي أصلا هو ما عندوش خبرات دور أبطال أفريق النهاردة يتحمل المباراة جملة وتفصيلا بتشيكوا التشكيلة غريبة حالة محمد حمدي وكريم حافز وعندك مصطفى فتح على الدكة وحتى التغييرات يعني بس التغييرات النهاردة كايت إيه محمد رضا بوبو اللي هو لعب نص الملعب مع مصطفى فتحي ودوده الجباس وعلي جبر بيغير بقى لعيبة بيهم غريبة جد غريبة جد يعني تلاقي كل اللعيبة مش نازلة مكان لعب في مركزه لا هو ممكن يطلع مدافع وينزل مهاجم يحط مدافع مكان مهاجم وحاجات في منتهى الغرابة في منتهى الغرابة بص بيرامدز موقفه صعب في البوتولة دي هتقول لي ليه لسه بدل دي أول مباراتين هقول لك موقفه صعب رغم منه كسر المبارات قدام مازينبي على ملعبه في بيرامدز يعني صعوبتها في إيه هو المباراتين اللي جيين عنده سانداونز زهابا إيابا المباراتين في منتهى الصعوبة بما فيهم اللي هي مبارات القاهرة في منتهى الصعوبة وعنده مبارات مازينبي في مازينبي مازينبي على ملعبه هو يبقى واحد من أقوى الفرق الأفريقية اللي ابتلاب على ملعبه صعب جدا على ملعبه قسر بسانداونز على ملعبه بالمناسبة فعنده ثلاث مبارات في منتهى الصعوبة لحد ما يلاعب نوازيم الموريتاني في الكهرة إن شاء الله تبقى مباراة سعر فلو أنا نضامن نوازيم الموريتاني في الكهرة فأيبقى عنده ست نقط التلاتة التانيين دول ولا واحدة فيهم مضمون فيها حتى إنك تاخد فيها نقطة مش بقول إن هو مش هيادر يكسب أو مش هيادر ياخد نقطة بقول إن أنت مش ضامن مية في المية إنك حتى تتعادل ممكن تتغلب ممكن تتعادل وممكن تكسب بس ممكن تتغلب في التلاتة ممكن تكسب في التلاتة ممكن تتعادل في التلاتة بس التلاتة في منتهى الخطورة ثلاث مبارات في منتهى الخطورة نهاردة مباراتي اليوم كيت هتريح كتير او برميدي لو كسبها كان يكسب النهاردة يبقى عنده 6 نقط يكسب نوازيبه في الكريه يبقى عنده 9 نقط هيا ماحتاج نقطة او نقطين ويدمن السعود بتصعبها يا نفسك ليه عايب منتقى الغرابة بصراحة